بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين في هذا الحديث القدسي الذي رواه النبي الكريم عن رب العالمين يستنبط منه هذه العبادة نسبت إلى الله وحدها من دون العبادات الأخرى فما أسباب ذلك؟ أسباب ذلك أن العبادات كلها ظاهرة جلية للناس فالذي يدخل إلى المسجد ويتوضأ ويصلي هذه صلاة ظاهرة للناس والذي يزمع السفر إلى الديار المقدسة لأداء الحج أو العمر له حفل توديع وحفل استقبال ويسمى الحاج الفلاني عبادة ظاهرة بينة جلية يعرفها الناس جميعا والذي يؤدي زكاة ماله إن هذه الزكاة تؤدى على مرأة ومسمع من الناس ولكن الصوم هذه العبادة كما قال بعض العلماء سر بين العبد وربه لا يعرفها إلا الله فلك أن تدعي أنك صائم ولكن الله وحده يعلم ما إذا كنت كذلك أو لم تكن كذلك إن هذه العبادة من بين العبادات كلها سر بين العبد وربه هذا هو الذي استنبطه العلماء من قول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر